ولكن في أمور إحنا بنشوفها مهمة وبنشوف يعني المكسب دايماً بناخد عبر من المكسب أول حاجة النادي الأهلي أحب أتكلم عن النادي الأهلي بيلعب ما بيشوفش مين المنافس النادي الأهلي دي فلسافة النادي الأهلي على مدار التاريخي ممكن أكتر من 100 عام هي دي فلسافة النادي الأهلي أنا نزلت 11 لعب قدام 11 لعب أياً كان مين اسمه أياً كان مين اسم الفريق نتيجه مهما كان الفريق قدامك مرعب النادي الأهلي بيلعب وما بيهموش وبينزل عشان المكسب فإذا النادي الأهلي عمره ما قال لك أنا لي حسابات لا أسيب الفرقة دي أو أهرب من مقابلة الفرقة دي عشان أقبل الفرقة دي في بطولات أو أن أنا أتأخر شواء عشان ما أقبلش الفرقة ده خالص النادي الأهلي بلعب للمكسب والكلام ده تولد وتزرع في اللعيبة من الدور العام حتى لو النادي الأهلي خد البطولة قبل الموس قبل الدور ب 6-7 أسابيع النادي الأهلي بلعب ب 6-7 أسابيع المتبقية ولطالما هذا حدث أكثر من مرة أن النادي الأهلي ياخد البطولة الدوري قبل انتهاء قبل 6-7 أسابيع ولكن ما بيتدخلش في نتائج أي فرق بيخش عشان يكسب ما لوجد نعقص المكسب ده ممكن يفيد حد بالرغم أنت لو تفتكروا كان في مباراة كانت لو فاز فيها النادي الأهلي كانت تفرق مع نادي الزمالكي يخش بيها بطولة الكنفدرالية ولكن أو بطولة الكنفدرالية نعم ولكن دي سان فاتت ولكن النادي الأهلي لعب للمكسب بصرف النظر من المستفيد أو من الغير مستفيد طبعا دي لقطات من الاستلام البرونزو لقطات تاريخ تاريخ يا جماعة اللي بيحصل له